السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو الجديد اليوم في الفيديو ده نتعرف على طريق تغيير الرقم السري والمضبط لتطبيق البريد البنك بكل سهولة فتعبوا هذا الفيديو حتى نهاية نتعرف على هذه العملية خاصة بعد التحديد الأخير لعرفوا تطبيق البريد البنك الناس سيعرفوا بعض المشاكل لنرى من السري القديم فيه خمسة الأرقام أما لقين السري جديد فيه على الأقل ثمانية أرقام ومن أجهد العملية أقوم ندخل للتطبيق بينا أمشوا إعدادات في الأسفل الكلمة كنتشاهدين بعد ذلك أنا ندغط على كندغط على الغشية هذه كندغط على تغيير الرمز السري بعد ذلك كندغط كلمة السر القديمة quella كانت عددنا هي كلمة السر الحالية كندخلها في الخارج الأولى ثم كندخل كلمة السر الجديدة في الخارج الثانية ثم في الخارج الثالثة كندعودها وندخلها بعد ذلك فنضغط على تأكيد تكون سالينة تقول لك ثم تأكيد العملية بنجاح. طبيعي سنخرجون لعود كل التطبيق باش نتأكدون من العملية. نقول لكم سابقا على الاقل خاصة يكون في كلمة سير تمانية ارقام وحرف بجوج مش غير الارقام بوحدهم خاصة تخلطوهم بجوج يعني درتي مثلا ثلاثة حرف هدير ثلاثة الارقام وعدزيد جوج مثلا حرف ارقام. مهم على الاقل خاصة يدير واحد ثلاثة الارقام او ثلاثة حروف. يعني وتكمل بالباقية. ومثلا غادي تدير حتى العسرة دير الحروف وارقام خلطين مش مشكل. مثلا غادي تدير خمسة ارقام وخمسة حروف او تدير مثلا اربعة ارقام وثلاثة حروف او العكس صحيح. هاكدا مش مشكل. او تدير ثمانية كافيين او تسد. راح ماشي مشكل باش يخدم لكم مزيان ويمخلطوهم باش يخدموا مزيان. اصد حروف لاجيكم سهلين. اما اللي بغي يخدم تطبيق اول مرة او تحتفلو من تليفون ديالو. ركينا فيديو واحد اخر في القناة ديالنا في اليوتيوب واسعادنا على الفيسبوك. اللي بغي يتفرج فيه ويستفد. والسلام عليكم وحمد اللي بغي يتفرج في القناة.